السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم برحب بكل اللي موجودين معي في القناة وبقول لك لو انت لسه جديد معي في القناة تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولايك لو الفيديو عجبك ان شاء الله هنقول النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج الجوزاء اهلا برج الجوزاء نبدأ الكراءة بسم الله الرحمن الرحيم آآ شايفك تعبان جدا تعبان بقى لك فترة من شهور من تلت شهور تقريبا آآ التعب النفسي ده عندك زاد مش الفترة دي بس آآ بشايفة في ناس هنا منكم فتاة تسافر ناس عايزة تسافر آآ هنشوف دلوقتي الصفر مفتوح ولا لأ الحالة الزعل اللي عندك دي برج الجوزاء عندك متغيرة يعني مش مش دايما مش دايما زعلية ممكن ده يرجع لطبيعتك الهوائية يعني التقلبات مزاجية كتير بالنسبة للمتجوزين انت بتمر بحالات شك البعض منكو طبعا اغلبكم شكوا مصطح يعني مجرد افكار في دماغكو بس آآ في منكم عندهم تدخلات منكم عندهم تدخلات من اشخاص تيئة جدا اشخاص تيئة في حياتكو الاشخاص دي عايزين يدمروا حياتكو بس تستنوا كده موضوع الصفر ده في كتير منكم هيسافر موضوع صفره مفتوح اللي مستنين ارتباط بعضكم فيه بسبب الاهل يعني اهل الطرف التاني يعني رافضين ان الارتباط ده يتم في الفترة الحالية مش شايفة موافقة بس هنشوف لما نعمل كراءة تاني للنص التاني من قبرل ان شاء الله لان الموضوع مفتوح مش مقفول على الاخر يعني فان شاء الله خير المنفصلين او المطلقين فيه طلاق حصل او بيحصل مع ابراج مائية آآ بعضكم كان السبب فيه تحر شايفة كنتم الاثنين بتحبوا بعض عايزين ترجعوا شايفة فيه كمان ابراج نارية فترة دي يا برج الجوزاء انت بتمر بحالة اكتئاب كبيرة جدا طيب انا عايزة طومنكو شوية ان انتم من الابراج اللي غالي عندي يعني فيه حاجة انت بتتمنيها او بتدعي ربنا انها تتحقق آآ هتتحقق ان شاء الله تفقلوا شوية يا اصحاب الضحكة الحلوة تفقلوا شوية ويهدوا شوية عشان اعصابكم شايفكم تعبانين آآ بتبكوا مقهورين يعني قلبكم موجوع قوي آآ اهدوا شوية اللي جاي احسن ان شاء الله ان شاء الله فيه منكم استني حب جديد سواء كان عندي علاقة قبل كده او سواء ما كانش عندي علاقة قبل كده فيه منكم استني حب جديد وآآ وآآ علاقة كويسة جدا يعني الحب الجديد اللي جاي علاقة كويسة جدا عايز اقول لبرج الجوزاء انا شايفيه هنا حاول حاول ما تتكلمش عن حياتك مع حد خالص لان عندك طاقة حسد ودي زي ما شفتها على فكرة في برج الاسد اللي هي نفس طاقة الحسد دي اللي هي على اي حاجة يعني اللي هو حتى لو نطيت من الشباك هيحسدوك فحاول ما تظهرش كل حاجة عنك آآ او عندك آآ او عن حياتك او عن حاجات بتعملها آآ بالذات بقى في المحيط اللي انت فيه يعني ممكن لما تخرج برا محيطك ماشي عادي آآ ممكن تتكلم تفضفض آآ تحكي عن حاجة عن ده لكن في محيطك لا خالص شايفك آآ منتظر بتفكر كتير آآ بصوا بسبب الانتظار ده يعني انا قلتها قبل كده وهقولها دايما يعني طاقة الانتظار دايما مش حلوة مش حلوة في اي حاجة يعني مش آآ مش في الحب بس مش حلوة في اي حاجة يعني لما تستنى حاجة للأسف بتتأخر كتير وممكن ما تجيش لان الانتظار بيأخرها آآ فنحاول ان احنا نلهي نفتنا في اي حاجة وبلاش نخلي عندنا طاقة الانتظار دي عشان اللي احنا عايزينه ييجي يعني تقريبا يعني انت برج الجوزاء انت من الشخصيات اللي بتحب الشغل جدا يعني تقريبا اغلب حياتك في الشغل لو في منكم مش بيشتغل حاول تشغل نفسك باي حاجة يعني اي حاجة تانية وان شاء الله قريبا هعملكو كراءة عامة عشان نشوف ايه اخبار ايه اخبار الشغل عندكم في الفترة دي عند بعضكم آآ ممكن تلاقوا موضوع قديم ممكن يتفتح في انفصال مع ابراج ترابية انفصال قريبا دي حصل ودي كانت علاقة غير موفقة طبعا اكيد مش للكل بس اللي ظهر عندي في القراءة كانت علاقة غير موفقة بقولك انت ايه بقى يا برج الجوزاء في الحالة دي بقولك انك تبصل قدام لان اللي جاي افضل بكتير يعني بلاش نبص ورانا كتير تعارفين اللي بيبص وراه مش بيقع مش بيشوف قدامه اصلا فيه فرص بالضيع لان انت مش بصص عليها فنحاول ان احنا ما نبصش ورانا كتير في ناس فيكو مقدمة على ارتباط عايز اقول لهم ان الفرصة متاحة ومناسبة بالذات بعد النص التاني بعد النص الاول من شهر ابريل ان شاء الله فيه منكم بقى بالذات لو رجالة انتو اللي بتنوطله في الارتباط انت اللي تعب الطرف التاني يا برج الجوزاء ومش بسبب حاجة مش بسبب ان انت يعني لعبي او اي حاجة من الحاجات لا هو الموضوع انك بسبب شغلك حياتك كلها شغل بتنام وانت بتحلم بالشغل شايفة في العلاقة دي طاقة ابراج ترابية انت بتحب الطرف التاني انت يا جوزاء بتحب الطرف التاني مخلص ليه بس مش بتفوق غير لما بتسقده ولما يرجع ترجع زي عاتك تاني يعني تفضل طول الشغل والوقت وحاجات من الكلام ده والطرف التاني يزهق ويبعد وترجع انت اللي بتكلمه عشان بتحبه بس لما تتأكد خلاص ان هو معاك بترجع تقول نفس الكلام تاني مش هنسمنيه مبررات انت فعلا دماغك عاملة كده يعني شغلك واخد كل كل حياتك لازم نحاول ننظم شوية لان ممكن الناس دي وبالذات لو بنحبهم وعايزينهم ومش عايزين حد بغيرهم ممكن الناس دي اه لو مشوا في مرة مايرجعوش تاني دي للبعض يا جماعة يعني مش للكل وبالذات بالذات لو ولاد مش بنات في منكم في جواز وفي طرف تالت سواء انت او الطرف التاني يعني ممكن حد فيكم متجاوز الحد اللي متجاوز ده ممكن عايز ينفصل وبيحب حد تاني هو فيه نوع من انواع الانفصال بس هو مش عارف ينهي علاقته تماما ده ممكن انت او الطرف التاني بس ممكن يكون في الغالب انت يا جوزاء وممكن يكون في العلاقات الترابية على فكرة يعني بصي يا برج الجوزاء هقول لك انت انت طيب جدا بس في نفس الوقت زكي جدا برضو يعني تقدر تفهم وتحدد انت عايز ايه وتقدر تعرف لو الشخص مناسب ولا لأ يعني تقدر تميز زكين الشخص ده مناسب ولا لأ يعني في الغالب قراراتك هتكون في ايدك انت لانك انت كمان معروف ان انت بتقدر تحلل كويس قوي اللي مرتبط من ابراج هواقية زيه بالذات لو ميزان هيحس في الفترة دي ممكن يحس بشوية برود في العلاقة شوية وده بسبب اوضاع فلكية بتمر بيها الابراج الهوائية بالذات الميزان يعني اكتر حد متأثر بيها هو برج الميزان ودي هتتحسن في اخر الشهر ان شاء الله اللي فيه حب جديد بقى في الغالب هيكون من الابراج النارية بس مش شرط يعني مش شرط لبرج هيكون برج ايه بس هيكون حب موفق جدا لان هو كمان بيحبك بيحبك ونفط ويساعدك يعني اللي بيفضل يفكر في العلاقة اللي هو مع طرف نيري ده بيفضل يفكر في العلاقة يعمل ايه ويساعدك ازاي يعني دي طريقة طريقة تفكير الطرف التاني في العلاقة بس اللي في العلاقة دي بعضكم كان عنده علاقة سابقة ممكن العلاقة السابقة دي تكون مع برج ترابي في الحالة دي ممكن اقول لك تكمل لقدام يعني تكمل لقدام وتفكر تفكر في موضوع الرجوع ده آآ سواء عايد ترجع او ما ترجعش لان انا شايفة ان الطرف الترابي عايز يرجع وطبعا ده تفكيرك انت تفكر طبعا انت حر بس بقول اللي شايفين كمان في منكم في محكمة وبرضو مع برج ترابي عايزين تنفصلوا وتبدأوا من جديد في الحالة دي عايز اقول لكم اللي هم في الحالة دي ان كل الحظ في صالحكم لان انا شايفة كنت ظلمت فعلا من جرحته قوي في العلاقة دي كمان زي ما قلت في الاول في علاقات السحر كان السبب او الحسد المهم هي طاقة خبيثة يعني كانت السبب كانت السبب في حالات الانفصال دي الحالات اللي هي كانت السبب فيها دي للأسف يعني حصل فيها طلاق في منها ما فيش رجوع سواء منك الرفض او من الطرف التاني لان حد فيكم بدأ حياة جديدة بعض المتجاوزين بعض المتزاوجين ما كانوش مرتاحين خالص في حياتهم يعني متحملين ممكن نقول متحملين عشان اطفال بس انتو نفسيا يعني شايفكم نفسيا بتعينو كتير يعني لازم تستعينو بالله والناس اللي منكم بتعيش حياة فيها تعب او نكد كتير لازم جدا التحصين يعني السلاق رأية الكرآن سماع الكرآن مهم جدا الرؤية الشرعية مسح البيت بالكامل بالمية والملح وزي ما قلت محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص لازم محدش يعرف عنكم اي حاجة خالص البعد عن الاشخاص السيئة انت حاسس بيهم يعني الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم دول انت حاسس بيهم معارفهم يعني تعرفهم مين في حياتك ابعادهم عن حياتك خالص عشان تحس بالاستقرار وتطرد الطاقات السلبية من حياتك طاقات سلبية وشيطانية بصراحة يعني بتحيط بيك يا برج الجوزاء بيقول النصيحة دي اللي لازم تعمل بيها لان لو ما عملتش كده وربنا الحافظ طبعا يعني انت ممكن تدخل في وجع نفسك بيه مدمر بعد الشر عليكو طبعا في منكو في علاقات سواء بجواز او ارتباط اي ارتباط تاني يعني غير جواز العلاقات دي لبعضكو سيئة جدا وطبعا اللي سمعني كل واحد عارف حالته علاقة سببتلك تعب سببتلك خسارة من كل النواحي اتخزلت كتير فيها اه وشايفاك الديت فيها كذا فرصة كل ده خد من صحتك ومن اعصابك في منكم منها العلاقة اللي هي السيئة ومنكم نفسك بس انا عايز اقول ان الفترة دي القريبة اللي احنا فيها بالنسبة لك يا برج الجوزاء مش مناسبة اه لاتخاذ اي قرار يعني اصبر وركز في كل حاجة بالدور حواليك لحد ما تكون الفرصة مناسبة ويكون الوضع تغير شوية عشان تقدر تقرر انت عايز ايه شايفا البعض منكم يا اصحاب برج الجوزاء ولو قليل جدا ولو واحد في المية بس ظهر معايا حاجة شفتها يعني اه لجأ ممكن يكون لجأ لنوع من انواع السحر بغرض الاصلاح يعني بنية سليمة ممكن تكون نقلت حاجة عن حد او استعانت بحد من اللي بيعمل حاجات دي بس في الغالب انت اللي عملتها الحاجة دي يعني حاجة نقلتها عن حد بصوا بقى يعني الحاجة دي اللي انت نقلتها وعملتها دي كان فيها آآ نوع من انواع التلاصم او الاسماء الغير معروفة يعني كلمات انت مش عارف لها معنى نفستها بزي ما هي عايز اقول ان الحاجات دي غلط جدا وهتزود اللي انت فيه مش هتحل يمكن انت لو عملتها هتكون حسيت وخدت بالك ان من اللي انا بقوله ده يعني ان المشاكل اللي عندك بتزيد او مفيش آآ او مفيش لها علاج يعني بالطريقة اللي انت استعملتها او خليت حد يعملها لان دايما الحاجات دي القرمة بتاعتها وحشة يعني وحشة على الحد اللي هو بيعملها حتى لو بنية اصلاح يعني طبعا يا جماعة يعني الله اكبر واعز واقدر يعني بلاش نستعين باي حاجة غير ربنا وكلامه اي كلام اشوفه غير مفهوم لان اللي عمل كده هو عمل كده مش اصدق اشوف كلام في حاجة واخدها لعلاج اشوف فيها كلام غير مفهوم لينا خالص نبعد عنه تماما يعني انا عارفة انك متضرر وبتتعلق ولو بقى الشاية بس لازم يكون فيه يقين في ربنا وان حتى السحر اللي اتعملك هو حصل باذن ربنا يعني كلنا عارفين واما هم بيدررين بيه من احد الا باذن الله فحتى السحر اللي اتعمل هو باذن ربنا وكل امر الله خير يعني ممكن الحد اللي عمل كده معاكو عمل السحر ده يكون حد سيء جدا جدا وربنا ازن لسحره انه يكون عشان الحد ده يبقى شايل زنب كبير قوي انه ازن ايه وانت كمان في نفس الوقت تكون اتعرضت القرب والطلاق تؤجر عليه بصبرك طبعا ان شاء الله فكل امر الله حتى لو ظاهره فيه حاجة وحشة هو خير ولازم نبقى متأكدين من كده زي ما قلت فيه رجوع الابراض هواية ومائية بس تفقيدك انت الاختيار والقرار لازم تهدى تثبت كده شوية امور امور في حياتك معينة لاني شايف اهلتكم كده للكم نهار ونهاركم ليل ننظم حياتك عشان تقدر تركز ويكون قرارك تليم وعشان صحتك برضو يعني لانك لو فضلت في الحالة دي ممكن تتعرض لسوق اختيار زي ما تعرضت له قبل كده كان عندكم قبل كده سوق اختيار شايفة فيه عندك يا جوزاء انتصار على ظلم انت تعرضت له في ظلم انت تعرضت له عندك انتصار ان شاء الله بعد ما هتكون في قدت الامل خلاص فيه اه في ان يحصل لك حاجة او يتردلك حقك يعني بعد ما هتكون في قدت الامل عندك انتصار بالذات ان انا شايفة ان بعضكم عنده اصلا اه في جوا احساس بظلم ومش حاليا من صغره لان شايفة فيه منكم اه ممكن اتعرض ليوت من احد الابوين يعني اه عينة في حياته يعني شايف حاجات كتير في حياته بسبب فقدان احد الابوين ده سبب له مشكلة فيما بعد وممكن يكون ده اللي اثر على اختياراته برضو يعني فيه منكم لان فيه منكم اختار على مدار حياته بعد كده اشخاص غير مناسبة ليه بالمرة استببوله بقاذا كبير يعني او ممكن يكون التأثير اثر في ان انتم تقدروا تبدأوا علاقة وتلاقوا دايما عندكم الكلام اللي هو طبعا فيه منكم يعني ما تاخدوش الكلام في كله في العام انه مثلا حد بيقول اه اه في بداية اي علاقة ان مثلا شكلها مش هتكمل اه انا حظي وحش اه وعارف ان مش هيحصل حاجة فااا برضو دي من الحاجات اللي مش مش طاح ان احنا نقولها لان احنا بالكلمات دي ممكن فعلا نجيب لنفتنا حاجات سيئة عايزين نلغي نظرتنا دي خالص نظرتنا دي لنفتنا يعني لانها فعلا ممكن تخلي الحياة ما تنشيش بجد اه زي ما قلت اه اه نغير الطريقة دي طريق التفكيرنا شوية ونكون واسكين ان احنا كويسين ونستحق كل حاجة حلوة لان انتو فعلا كده يا برج الجوزاء انتو فعلا كويسين وفعلا تستحقوا كل حاجة كويسة اه اللي منكم عنده علاقة مع برج جنيري اه هو يا برج الجوزاء مش قادر يفهمك شوية يعني ممكن ده بيعمل سوق تفاهم في العلاقة رغم ان فيه تنكو حب على فكرة المفروض يعني المفروض انك بتتفق حلوة قوي مع الابراج النارية كمان بزدات الاسد انت بتتفق كويس جدا مع الابراج النارية انا شايف القراءة بشكل ايجابي لو بصينا لنص الكوباية المليان المهم يا برج الجوزاء نسبة كبيرة من الامور في ايدك يعني لما اقول ان فيه رجوع هيكون فيه ان شاء الله لو انت سعيت لده لو انت سعيت لده مش مش سعي انك تجري ورا الطرف التاني لأ انك تغير تفكيرك شوية والكلامي بس عشان ما حدش يزعل مش معناه انك وحش بالعقل خالص بس اعيز اقول لك ان الموضوع لو حصل هيكون ازاي مش يعني مش هيلفع ايجاد حك عليك وفرحك مثلا بكمتين من برا اه في رجوع وفي اه وفي حاجات حلوة وكده ومدلكش التفاصيل اللي من جوة يعني انت ممكن تمشي بيها عشان الامور تمشي معيك ده في الحالات اللي ينفع فيها زي ما قلت يعني لان زي ما قلت في حالات كانت سيئة جدا يعني بخروجك منها انت كازبان اللي منفاصلين ومش مرتبطين خالص اصلا اه مطلوب منك التركيز كويس جدا زي ما قلت في الاول لان هيكون قدامك ان شاء الله شخصين واحد كويس ومناسب واحد لا كويس ولا مناسب انت اللي لازم تختار عشان كده قلت تركيزك لازم يكون موجود انت اللي لازم تختار مين الكويس ومين مش كويس وهيكونوا بينين جدا على فكرة ربنا يوفقكم اللي في الخير القراءة انتهت بدالكو كلكو بالسعادة والتوفيق والنجاح في كل امور حياكو يا رب شكرا للمتابعة برج الجوزيك اشتركوا في القناة